السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مدرسة العربي ومعاكم مسأسماء معلمة اللغة العربية رياض أطفال مدارس العربي الخاصة للغات وهنكمل مع أطفالنا الحلوين كيجوتو منهج اللغة العربية منهج تواصل وهنفتح مع بعض في الكتاب صفحة 49 والنهاردة هنتكلم مع بعض عن كلمتين مهمين يا حلوين هناخد أنا ونحن وهنعرف إيه هما أنا ونحن أنا ونحن هي ضمائر المتكلم وهنعرف لإيه بنستخدمها باستخدم أنا للمفرد لما آجي أتكلم عن نفسي بقول إيه أنا وأنا هنا فيها مد بالألف طب المد بالألف شكله إزاي يا ميس؟ المد بالألف شكله واحد واقف مظبوط مع لهوش لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة وقبله حرف عليه إيه فتحة يعني المد بالألف بيحب حروف الفتحة يبقى أنا بنستخدمها لإيه؟ للمفرد ولما باجي أتكلم عن نفسي عندنا في النشاط الأول اقرأ وعندي مجموعة من الصور أنا ولد أنا بنت أنا معلمة بعد كده هناخد إيه؟ نحن نحن دي لما مجموعة تيجي تتكلم عن نفسها ويعني إيه مجموعة؟ مجموعة يعني أكتر من واحد ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكتر بنقول إيه لما نجي نتكلم عن نفسينا؟ بنقول نحن نحن أولاد نحن بنات نحن معلمات بعد كده عندي نشاط اتنين صل إننا هوصل عندي كلمة أنا ونحن وما ننساش حاجة مهمة لكل المامز إحنا هنعمل إيه؟ هنجيب كراسة خارجية هنكتب فيها أنا ونحن والطفل هيكتبها كذا مرة طبعا عرفنا إن أنا قلنا بنستخدمها للمفرد لما يجي تكلم عن نفسي هنوصل أنا مهندس أنا طبيب أنا ضابط بعد كده هنجي لنحن نحن قلنا لما المجموعة تيجي تتكلم عن نفسها نحن أطباء نحن مهندسون نحن ضباط بعد كده عندي نشاط رقم ثلاثة اختر هنقول هنا أحب القطة هنقول إيه؟ نحن نحب الحيوانات وهنلون كلمة إيه؟ نحن هنا عندي ورد نحن نحب الورد وهنلون إيه؟ نحن أنا أحب الفراولة وبعد ما نخلص تلوين ونختار الكلمة المناسبة والطفل عارف شكل كلمة أنا ونحن هنكتب الجملة كاملة والطفل هيكتب تحتها يبقى إحنا النهاردة عرفنا حاجة مهمة عرفنا ضمائر المتكلم لما نيجي نتكلم عن نفسنا ونكون مجموعة نقول إيه؟ نحن لما أجي تكلم أنا عن نفسي والوحدي هقول إيه؟ هقول أنا وعرفت إن كلمة أنا فيها مد بالألف وبكده انتهت أنشطة النهاردة أشوفكم في نشاط تاني جديد بإذن الله وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر